إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيمة وأما بعد فإن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللتيف الخبير وله المثل العلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ ومن الله الرسالة وعلى رسول البلاخ وعلينا التسليم والرضا وبعض يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيْهِ عَلَيْكُمْ بِالْسِدْقِ إِنَّ سِدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ سِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا أو كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ بُنْ تَيْمِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السِّدْقُ أَسَاسُ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا وَالْكَذِبُ أَسَاسُ سِيِّئَاتِ كُلِّهَا فَالْسِّدْقُ خَسْلَةٌ مِنْ عَعْزَمِ الْخِصَالِ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ في هذه الآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُنَادي رَبُّ الْعَالَمِينَ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّقْوَى التقوى جماء خيري الدنيا والآخرة فمن فاز بها فقد فاز في الدنيا والآخرة وكلام الله عز وجل على التقوى ومكانة المتقين وفضيلة التقوى في كتابه العزيز كثير ومعلومة وَثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يَكُونُوا مَأَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقُ نَاجِهٌ وَمُفْلِهٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَمَّ الْكَاذِبُ فَهُوَ خَاسِرٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ أَنَّ أَبْغَذَ الْقُلْقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الكذب فإن كان الإنسان كذابا فإنه يستطيع أن يفعل كل شيء وكما خال الشيخ ابن أثمين رحمه الله تعالى الصدق معناه مطابقة القبر الواقع وأصل ذلك الكذب فقال وَيَكُونُ فِي الْأَخْبَارِ وَيَكُونُ فِي الْأَفْوَالِ وَيَكُونُ فِي الْأَقْوَالِ فالمرائي مثلا ليس بصادق لأنه يظهر للناس بأنه من العابدين وليس كذلك والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر بأنه موحد وليس كذلك والمنافق ليس بصادق لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن والمبتدع ليس بصادق لأنه يظهر الاتباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمتبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يدل لكل لبيب أن يكون صادقا مع الله في كل شيء أن يصدق مع الله ويصدق مع عباد الله عز وجل فصادق طريقه ناجه وهو يسل إلى الله سبحانه وتعالى على أي حال كان وهذا شيء يعلمه الله عز وجل في قلوب العباد الصحابي الجليل كاب المالك وأصحابه لما صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم يعني في عدم قروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تابوك فالمنافقون والكاذبون هاولوا ما هاولوا وقالوا ما قالوا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عزرهم ولم يقبله الله وأما هاولئي الثلاثة فصدقوا مع الله وكاب المالك قال لم يكن لدي عزر يا رسول الله صدق مع الله ولم يكذب فأنزل الله عز وجل صدق ما كان في قلبه من الصدق وثم تاب الله عليه توبة عظيما ليش لما كان في قلبه لا يتقل أبد ربه إلا إذا كان صادق في التقوى والله سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفر رحيم فالصادق المخلص لله عز وجل يأبد الله وحده بلا شرك ويتبئ النبي صلى الله عليه وسلم بلا ابتداء فيصدق مع عباد الله سبحانه وتعالى لا يغشهم ولا يقولهم ولا يخدأهم إنما يعملوا ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى وحتى في المعاملة إن أنت صدقت مع صاحبك في المعاملة فهو يكذب مأك فإن صدقك يجعلك منصورا عليه وإن كذبه هذا الذي يوقعه في مكره وكيده وخضيئته فهو خاصل في طريقه لا نجاح فهو خاصل في المعاملة فهو خاصل في المعاملة فهو خاصل في المعاملة اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 فأنا نتغيرها وصالحة ومثارة كل شديد كل شديد ومثارة ومثارة كل شديد ومثارة ومثارة إسراء إنه فأنا إنه تريدي ويسر وينه إنه 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 يهي حتى وينه وينه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر